تعالى نروح على شط ادوارد الخراط في اسكندرية ماشي عشان انا هقولك المفارقة اللطيفة حد حبيبي عزيز علي قال لي بالضبط كده كورنيش اسكندرية هبط خد بالك ازاي بيتم تدول الخبر في مصر كورنيش اسكندرية هبط او انا عايزك بقى بص على الصورة كده وتقول لي كورنيش اسكندرية هبط ولا الحتة المتكاردن انا روح تردد عليه تلوك لا ده شط ادوارد الخراط اللي ناحية سيدي بشر حصل فيه هبوط نتيجة النحر فاتكاردن بالشريط الاصفر اياه بالضبط كده بالشريط الاصفر اياه وهيتم استدعاء او بالاضق تم التواصل مع الجيش ومع المقاولين العرب علشان القصة تتحل انت كمواطن عشان تبقى فاهم يعني اللي بيجرع ما هو واضح انه يعني ايه بدأنا نعمل عملية الشغل معالجة الهبوط هتبقى بإذن الله ما هياش صعب على الاطلاق علشان بس تبقى فاهم القصة كلها انه اظن انت عارف مصطلح النحر الامواج والمية وحركات المادة والجزر ايه بتعمل ايه بتقعد تسحب في هذه التربة الرملية بتسحبها لجوه وبالتالي هذه التربة او هذه الشاطئ احصل لها تآكل دي حاجة طبيعية ما لاهاش علاقة بالحرب ولاهاش علاقة بروسيا واوكرانيا لاهاش علاقة بالرئيس الله يدى قدر ربنا ان يفتح حاجة اسمع نحر مويم طبعا الاخوان من ناحيتهم يترجموها على طول ده من غضب الالهي عليكم اهو خد شط ادوارد الخراط مويم فاللي بيحصل هو الاتي اللي بيحصل انه يعني هندسين كده بيهتم معالج الده وبتعمل حاجة اسمع حقن طربة وبعدين بتترفع تاني الجوء بيترفع تاني الجزء اللي هي بالده وبيتصب وتمام وهيتبلط وهيبقى ميت فل واربعتاشر ولاجل الا يحدث ذلك مرة تانية فهيتم القاء او بالادق هيتعمل تصميم للكتل الخرصانية اللي هتتحطى بحيس انها تقفل هادية او الادق تخفف من حدة هذه الطيرات المائية والامواج العاتية وحركات المد والجزر اللي بتسحب التربة بس خلاص عايز ازيدك من الشعر بيت ليه بنسميها يتعمل عملية تصميم لهذه الكتل الخرصانية وكيفية وضعها وإلقاها عشان في حاجة اسمها حركة السحب لو انت حطيت الكتل الخرصانية دي بطريقة غير سليمة هندسيا وانشائيا وبيئيا حركة السحب بتشد في المنطقة اللي ما فيها شكتلة يعني لو حطيتها كده هو الجزء اللي في النص ده السحب فيها بيبقى شديد جدا فبيعمل حاجة اسمها الطيار الساحب فيبقى كأنك يا مولاي كما خلقتين لأنه هيصحب تربة أكتر وقد يؤدي إلى مشاكل لدى الناس بعد كده إذا كانوا بينزلوا البحر في الحتة دي إلخ 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 لهذا بيتعمل دراسة سليمة علمية إزاي هنحط خرصانة في الماء بس خلاص أنا كان اللي يهمني في القصة وكيف ينتشر الخبر ويتم تداوله ما بين المواطنين كورنيش اسكندرية عبط أي كلام شكرا